اشتركوا في القناة رائعة وكما تشوفوا خفيفة خفيفة بحال الريش وكنتمنى ما تسرعوش الفيديو تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر لانه في جميع الاسرار والنصائح باش نجح معكم وكذلك نشارك معكم واحد الحشوة اللي كتجي لديدة لديدة وساهلة واقتصادية باش نعمروا هاد البيتزا وكذلك نشارك معكم طريقة الاحتفاظ بها في المجمد ودبا بلا منطولة لكم بقوا معاي باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غا نحتاجوا في هاد العجنة ديالبيتزا ثلاثة دزلايف ديال الدقيق الأبيض مايو عاديل ستمية قرام وبالكازي العنبا مايو عاديل ستة الكيسان كنغربلوه مزيان كما كتشوفو وكنحتاجو كذلك واحد الكاز ديال الدقيق الأصفر او دقيق الفينو كنخلطوهم بجوي بحالات شكلكة وغا نحتاجو كذلك جوج معلق من خميرة العجين او الخميرة الفورية هنا البنات كما كتشوفو درت جوج معلق لان الجو برد الى كان الجو سخون كديرو غا معلقة واحدة وكنحتاجو كذلك معلقة ديالسكرسانيدة واحد المعلقة صغيرة ديالزعيطرة وكتبقى اختيارية الى ما بغيتوهاش ممكن تستغنو عليها كنحكوها بين الدينة كما كتشوفو وغا نحتاجو كذلك واحد معلقة صغيرة ديال الملحة وعننا كذلك واحد ربوع كأس من زيت الزيتون ما يعاديل لخمسة المعلق واحد الكأس ديال الحليب يكون دافئ دروريخص يكون دافئ لان الجو برد يمكن تعوضه بجوج معلق من الحليب المجفف او نيدو وكنجمعوها بالماء يكون دافئ هناك كما كتشوفو درت الكس اللول وده بغا نضيف الكس تاني ونحن كنجمعوها بحالة شكلقة هناك كما كتشوفو باقي متجمعات غنجد له واحد شوية ديال الماء تقريبا غير واحد نص كذ ضروريغصنا نحصلو على العجينة تكون مرخوفة تقريبا عندي هنا يا جوش كيسا ونص ديال الماء او جوش كيسا ونزيدو جوش معلق كبار كما كتلكم خصتها تكون مرخوفة مرخوفة بززف فالبنات عندما كما كتشوفو كتلسق في اليد سفي هنا غنزيد عليها شوية ديال الزيت تقريبا واحد جوش معلق ديال الزيت كنحاول ندخل فيها الزيت بحالة شكلقة والزيت اللي بنات ركت تعطي واحد لها شاشة للبيتزا سفي هنا غناخد واحد لإنة وغنوضع فيها ممكن تديروها في بلاستيكا وتسدو عليها هنا غنزيد واحد شوية ديال الزيت ديال بها العجينة باش ما تديرش لنا القشرة وهناك غناخد واحد البلاستيكا وغنغطيها مزيان وغنخليها تختمر واحد من الساعة حتى الضعف الحجم ديالها انتم كما كتشوفو من بعد ما اختمرت والضعف الحجم ديالها دا بغنخرج منها داك الهواء اللي فيها ومن بعد غنضهن سطح العمل بشوية ديال زيت بحالة شكل وكنوضعو فيه العجينة كنجمعوها وهناك ناخد شوية ديال دقيق وكنرشوفو فوق سطح العمل باش نوضعو فيه العجينة ديالنا باش ما تلسقش لنا هناك نشكلو هم غريصة يكونوا صغار على حسب الحجم ديال المقلد ديالكو موهش هي كبيرة ولا صغيرة انا كنديرو مكا متوسطين صافيك نشكلو هم كاملين بحالة شكلك ومن بعد كنغطيوهم بواحد البلاستيكا ونخليوهم يرتاحو تقريبا واحد خمسة دقيق من بعد ما خليتوهم واحد خمسة دقيق هكا باش يسعلي لنا ضغية نسرحوهم كنرش السطح العمل بشوية ديال دقيق الفينو باش يجيو حرشين واحد شوية كنغرسو مكا بيدينا وفهات الأثناء شعلت على المقلة ديالي تسخن هناك ناخد واحد الفرشيطة وكنحاولو نتقبوها كاملة باش ما تنفخش لنا في الطيب صافي دا بغا نديرها في المقلة باش نطيبوها هنا لبنات النارخص هتكون مهيلة مهيلة بزف باش ما تتحرقش لكم ضغية وهنا كما كتشوفو غير كنخليها غير تنشوف واحد شوية وكنقلبوها بحالة شكلها انتو ما كما كتشوفو صافي دا بغا ندوزو باش نورقو واحدة اخرى وضروري كنرشو بالتقيق لان العشينا كتكون مرخوفة ومن بعد كنتقبوها مزيان بالفرشيطة وكنطيبوها لانا رمهي للبنات كما قلت لكم ومرة مرة كنقلبوها بحالة شكل وهنا البنات اي وحدة طيبناها كنديروها في واحد المينديل وكنقطيوها بمينديل اخر واحد بلاسيكا باش ابكت بقرطبة شكونا البنات كتدير لها بحالة طريقة هادي اللي كتدير لها بحالي تقولها لي في التعليق صافي هنا البنات كما كتشوفو ممكن تترحوا احتها بالمدلك صافي كنصمر هاكا حتى نكملهم كاملي وهنا البنات كما كتشوفو هنا هي سرحتهم كاملين وخليتوا مطلقوا واحد شوية ورجعت اللولة قرصها وطيبتا وهنا ممكن تستعملوا احتاج مقالي باش تسربوا صافي كنصمر هاكا حتى نكملهم كاملين وهادي اللي بقاتلي غنعمرها معاكم هناك نديرها في المقالة كما كتشوفو وكنتقبوها اللي شفناها كتنفخ كنتقبوها كنقلبوها صافي غير كتطيب واحد شوية وكنقلبوها هناك غنطفي البوطة ضروري كتطفيو البوطة باش ما تطيبش ليكم ولا تحرق وانتمو باقي ما ما درتوش لي على سوس صافي كندهنو بلاسوس طومات او سلسة طماطم كنحاول نسرحها كاملة ودبا غنرش عليها المدزري اللي من فوق بحالة شكلكو وغندير من فوق هالبصلة هنا اخذت البصلة قطعتها شرائح طويلا كما كتشوفو وقليتها في شوية ديال زيت زيتون ودرت فيها شوية ديال منحاو شوية البصار وشوية ديال زعطرة وشحرتها مزيين ونبعد در طعام من فوق البيتزا ديالنا كما كتشوفو وكتبقى نحوشو اختيارية وغنزيد عليها شوية ديال كاشر وفلاخر كندير عليها دوائر ديال فلفل احتى يقليتها في شوية ديال زيت معا شوية ديال منحاو وكنزينها بزيتون اسود وفلاخر كنرشو عليها الفرماج بحالة شكلكو وغنغطيها بالتبصيل وغنشعل عليها البوتا ونخليها حتى يدوب عليها الفرماج انتوما كم كتشوفو من بعد ما دب عليها الفرماج كتبلي بحالة شكلكو وانا ممكن تسعملو دخلو احتى الفران وطيبوها انتم ممكن ما كتشوفو كتجيب حالات شكل ده بغا نقطع معكم واحت طريف انتم ممكن ما كتشوفو كتجيب حالات شكل كتجي لديدة لديدة بالسفة لبنات صراحة كتشتحق انكم تجربوها خصوصا بالمدق دي القشير والبصلة والفرمج سلام ما شهيدكمش كتجي شهوة منها انتم وهادي الكيمية ديال البيتزا اللي خرجتلي لاجينة كما كتشوفو كتعطينا واحد الكيمية لا بأس بها وناجحة انتم وخاكت طويها ما كتقطعش لانا ناجحة واذا بغيتوا تنجح معكم ما عليكم غير تتبعو قاع النصائح اللي شرحت معكم في هذا الفيديو وان شاء الله غتنجح معكم هانتو ما خفيفة خفيفة اللي بنات بحال الريش هانتو ما خفيفة صافية الكيمية اللي شطلي غناخدها وغنديرها في البلاستيكا وغندخلها المجميد وقبل البنات ما تدخلوها المجميد ضروري دخلوها حتى تبرد حتى تبرد تماما ممكن تدخلوها ساعة ولا ساعتين المهم خصها ضروري تبرد هناك ناخد تقريبا 3 او 4 او لا على حساب الاشخاص وكتوضعون في البلاستيكا وكتسدو عليها مزيلا وكتدخلوها المجميد يلكوم حتى تبغيوا تستعملوها وكتخرجوه وتستعملوها هادير وكتوموها البنات ما تخلوها حتى الدب ممكن تستعملوها كاكوية جامدة وتعمروها باللصوص ومن بعد دخلوها للفران ديلكوم تطيبوها ولا ممكن تدرغي في المقلع وكتجي رائعة لبنات كانت سمنى تجربوها وكانت سمنى يعجبكم الفيديو دي اليوم الى عجبكم فما تنسونيش باللايك وبالبرتاج وما تنسوش كذلك تشتركوا في القناة الى مازال ما تشتركتوش وتفعلو زر الجرس فضلا وليس امرا باش يوسلكم كل جديد في القناة وهنا غانشارك معاكم بعد من الصور ديال ميني بيتزا وميني كيش اللي كنت ديجا حطاهم في القناة وان شاء الله غانحط لكم الرابط ديالهم في صندق الوصف لانهم حتى وما كيستحق تجربة كتجي واحد للعجينة رائعة رائعة وهشيشة خصوصا ديال لي ميني كيش وحتى الميني بيتزا كنت سمنى تجربوهم وده بغانخليكم الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفة جديدة دمتم في رائعة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة